الفرق بين دي? وديه. ناس كتيرة زمان لما كانوا بيشتروا السيدي او الدي فيدي بيشتروا اي حاجة تقابلهم. وناس كتيرة غيرهم مش عارفين الفرق بينهم. نسمي الله وناخد مثال بسيط. انا دلوقتي عندي ازازة مية خمسمية ملي. هلأ قلتلك عايزين نعبي الازازة دي لتر ونص. هتقول لي ايه? هتقول لي اكيد مستحيل. عشان المساحة مش هينفع معها الكلام ده. صح? صح. طيب لو جبنا ازازة مساحتها خمسة جالون. وجيت سألتك نفس السؤال عايزين نعبي لتر ونص هتقول لي ايه? هتقول لي اكيد طبعا معانا مساحة ونعمل اللي احنا عايزينه. بس كده. بالنسبة للسي دي هي اختصار لي كومباكت ديسك. يعني بالعربي القرص المطبور. اختصار كده خلينا نرجع ورا شوية السي دي اقدم من الدي فيدي. وكان وقتها البيانات الموجودة هي بيانات صوتية. مش فيديو. فكان بيخزنوا ملف الصوتي فمحتاجين مساحة معينة ومميزات معينة لتشغيل ملف الصوتي. وتقريبا كانت اعلى المساحات في ستوانة هي سبعمائة ميجا بايت. ودي ايام كانت مساحة كبيرة جدا. ومع الوقت الزمن بيتطور يوم بعد يوم. ويزداد تطور. فالاول كان فيه ملفات صوتية ودلوقتي فيه ملفات فيديو. فالطبيعي المساحة بتزيد والموارد تزيد. فالطبيعي محتاج منتج تاني بمساحة كبيرة عشان تخزن عليه الكلام ده. هنا بقى طلع الدي في دي وهي اختصار ليه وبالعربي القرص الرقمي متعدد الاستخدامات. ومن اسمه كده متعدد الاستخدام. يعني تقدر تخزن ملف صوتي او ملف فيديو او اي حاجة جديدة. ومش كده بس المساحة بتاعت الدي في دي اكبر ممكن توصل لتمانية ونص جيجا بايت. مساحة كبيرة جدا. وتكوين القرصة او الاستوانة نفسها احدث من ده غير تشغيل اي ملف في الدي في دي بيكون اعلى جودة من السي دي. فهو ده الفرق بينهم. وطبعا دلوقتي ظهر حاجات اجدد من الدي في دي زي البلوراي ده اجدد والجودة احسن بكتير. ان شاء الله تكون فهمت. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد. ما تنساش تصلي على حبيبك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا الى الانت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.